السلام عليكم في هذا الدرس نحن نتحدث على تيكست بوكس والدرس كما راح نشوف بعض القائمة وهي ديزاين راح نشوفها بايش كولور بايش بوردر في الانسرت نتلك عليها تظهرنا مجموعة الخيارات نختارو سامبل تيكست بوكس او براو تيكست بوكس نختارو سامبل تيكست بوكس راح نضمع تيكست بوكس نديرو مورث بشي الفائدة تاعة تيكست بوكس انو يعطيك سلاحية انك تتحكم في النص كيميا حبيت مفهوم تحطها في اي مكان موجود في الورقة الورقة مفهوم كمعنى نقدر نتعمل مع الاساس انو نص داخل تيكست بوكس اعتطار نقائمة جديدة في في رأس في رأس البرنامج الورد اللي هي فورمات كان في بعض المسخ فورمات كان في مسخ اخرى ديزاني مفهوم نكليكو عليها نقدر نشوف بليراو نفس العناصر الموجودة عندنا هي نفسها الموجودة كي نديرو انسرت شايف مفهوم راح ننسكو مجموع المسخ كيفاش ننسوه لازم ننسيكسوني مربع النص نديرو نص 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 كونترول سي بش تدير نص كونترول في بش تدير نص كونترول سي موجودة في الكرابي طبعا نديرو ثمانية نص كمعنا كمعنا عادنا و نبدو هنا نعدي وست غالي 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 من Bud غالي غالي Peace غالي 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 كمعنا ول selling نزيد الان ادراج shape ونضير الاسهم اين هو الاسهم نضير هذا وبعده نضير ctrl z ctrl v ونضير الاسهم ونضير الاسهم وانا كنا نحن توجد خارجية خاصة بال shape نقدر نسيلكسيونه مكامل عن طريق ctrl z ملاحظة بركة انه لازم الزائد هذيك الصغيرة تذهب كما كان ان شاء الله هون يتنح لك select وبعده نضير ال shape ونضير ال outline ننحو ال outline لخطف ال shape الخطوه اللي بعدها هي كيفاش نحرك هذا الشكل مع بعضك كيفاش نضير الله ؟ نضير الله تجميع نضير ال name وبعده نضير ال select select object ونحددوهم كاملين وبعدها نضير ال shape format وبعدها نضير ال group ونضير ال group اعظو معي انه هذا الشكل قاد شكل واحد نقدر نتحكم فيه في اي مكان فهم بحث بحث نروح الـ Design وروح الـ World Art كما تحددنا من العصة الـ World Art سوف يتعامل مع الـ World على اساس انه بشيء ندخل الـ World Art نضيف الـ Answer ثم نضيف الـ World Art سوف يجيب لنا مربع نص وهو فيه تيكست ولكن الـ Design مختلفة سوف يقوم بشوي أحسن Start قادرين نقرب هنا في شرطة الـ World سفر واحد ونطلع العنوان شرطة الـ World Art مفهوم نقدر نتحكم في حتى هنا في نفس المكان نقدر نغير فيه مثلا اللون الخلفية أو ضد النص أو أي شيء يحبين أندلوه مفهوم وش نزيده الآخر لاحظوا معي أن حتى هو يعتبر على اساس انه شيء نضع الـ Answer ونكمل مع الآخرين اللي هي Equation كما تحدثنا في الحصة قلنا كي تدخل Equation نضع الـ Answer وتروح بتقليك Equation سيظهر القائمة جديدة اللي هي Equation مربع ويظهر لك مربع جديد في الورقة Type Equation هنا معناها نكتب الـ Function أو Equation في المكان هذا إذا كان نلقو رموز وكلافيفة بها ونعمة إذا كان ما نلقوش سنلقوه في القائمة الموجودة أعلى مفهوم ثم نختار أي رمز حابينا مثلا الكسر بنها على 5 مثلا ثم نكتب المعلومات الموجودة في الكسر إذا كان وجدنا الرمز هنا فبها ما كان موجدناش نخدمه بالـ Int Equation نضع Delta ونضع Answer في حالة ما إذا كان ما وجدناها شي في الرموز هذه وما وجدناها شي في الـ Aim وما وجدناها شي في الرموز هذه ونستعينا واحدة الحاجة يسمعها نكتبه Alt ونكتبه الرقم مفهوم كما دلنا في الحصة الروحة أيضا في حالة أخرى هي أنك تستطيع تستخدم حتى السيمبول حتى السيمبول يقدر يشيدك مجمع من السيمبول موجودة في الـ World مفهوم ننتقل للعنصر اللي بعد اللي هو Design فالـ Design هدفة إنه يغيير لك الـ Style تاع الدكيمونت كامل يعني مثلا أنت كتبت العنوين الكبيرة مثلا بخط عريض أو المعين ودرت هسانبل ولا إلى آخره قادر تختار النوع من الـ Style الموجودين هنا وراح يبدلك الدكيمونت كامل نحنا ما يهمنياش هذا نشوف معاق إنه الخط قاعد يتغير كامل يغير التوكيمونت كامل مع بعض نحنا ما نهتموش بها ياسر وش يهمنا في القائمة هذا يهمنا واتر مارك واتر مارك هذا الفتاحك بيش نكدفه خلف الخلف النص معناها في الورقة يعني مثلا نحبي نكدف اسم الأستاذ من الأولى إلى آخره نقدر نكليك واتر مارك ونخيل واحدة منها ما إذا كان حبينا نبدل ندروا كاستمر واتر مارك وهنا ندلل ثلاث خيارات إما غير موجودة بدون واتر مارك إما بالبكتر نكليكو بكتر ندروا أي صورة ندروا ندروا إدراج انسلت وبعدها راح ترفيشينا في مكان النص الحالة الثانية هي تكست واتر مارك تكست واتر مارك تكست واتر مارك تكتب اسم الأستاذ هنا راح يتعرض مثلا ولا البروب ولا الاخري بوب سفر واحد مثلا ندروا أوك راح يظهر اللي هنا لحظة معي انه عادت بوب سفر واحد موجودة في النص خلف النص يعني في الورقة التطبيق التطبيق هذا راح يكون على كامل الأوراق موجودة عندنا مفهوم مش راح يكون غير على الورقة الأولى الحاجة الأخرى اللي هي Page Color اللي هي تغير الكلاء الخاص بالسر مفهوم الحالة الثالثة اللي هي نتحدث عنها حالة ملاحظة ببك أنه Page Color تخيل هذا مثلا بعدها في الطباعة لا يظهر لك شيء راح يطباعة أبيض عادي مفهوم نكمل نكمل Page Border كما هي موجودة كما قلنا في Design Page Border نقلق على Page Border مجموعة نقلق على نقلق على نقلق على كما أنه مجموعة الخيارات الأخرى الـ Setting أي أسكو ندر له لا تقول لها شكل معين إلى آخر مجموعة الخيارات وهنا لـ Preview معناها كيف يظهر الشكل النهائي عندنا و عندنا تحت تنفذ التطبيق الذي قدرناه على السكشن كامل يعني على الفصل هذا فقط أما على الفصل هذا بصفحة الأولى فقط أما على الفصل هذا من غير الصفحة الأولى عندنا مجموعة من الخيارات الأخرى وملاحظة بك أن تختار الكارل يجب أن تجد تنصيق الخاص بك في البريفو ستقلق على البطنة هذه بيش حتى يتطبق على الشيء الموجود هناك قدرين نخشن الخط قدرين نصبقه قدرين نقدم مثلاً عندنا مجموعة من الأشكال الأخرى مثلاً هذه إلى آخر مجموعة من الخيارات قدرين أوكي ستطبق هذا الأمر على الصفحات كاملة مفهوم؟ إن شاء الله تكون الحصة مفيدة وبرك الله فيكم صحة